هنبدأ نتكلم على أهم الأخطاء عند قياس الأطوال باستعمال الشريط أول خطأ مثلا هيقابلنا هو الخطأ المطلق الخطأ المطلق رمزه C1 أو C1 اللي هو الخطأ الأول طيب ده بينتج من إيه؟ بينتج أن أنا يكون عندي شريط الطول الأسمي للشريط خمسة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين يعني أنا عندي مثلا أطوال الشريط اللي موجودة يأما بخمسة متر طول الشريط خمسة متر يأما عشرة متر يأما عشرين أو ثلاثين هلوم مجره طيب ده أطوال الشريط اللي إيه اللي عندنا طيب هل الطول ده أنت سميته الطول إيه؟ الطول الأسمي طب هو هل في طول تاني للشريط؟ آه في الطول الحقيقي أو طول الفعلي للشريط طيب الطول الحقيقي أو الطول للشريط ده أنا بجيبه أمتى بعد ما بعمل معايرة عملية معايرة للشريط فأنا مثلا ممكن ألاقي أن طول الأسمي للشريط ده بخمسين متر والطول الفعلي للشريط بعد ما بعمل معايرة ممكن الاي مثلا زياد عنه بواحد من عشرة سانتي او تسعة من عشرة سانتي فده ايه في اختلاف هنا في الايه في الطول المفروض ان انا ايه لو عندي الشريط بخمسين متر والطول الحقيقي بتاعه خمسين واحد من عشرة فتعالوا كده نقول مثال انا مثلا لو عايز اقس مسافة تلتمية متر او تلتمية وخمسين متر مثلا فالتلتمية وخمسين متر دول وانا عايز اقسهم بشريط طوله الاسمي خمسين متر فانا المفروض ايه اعمل حاجة اسمها سبع طرحات كل طرحة منهم طولها خمسين متر يعني انا مثلا ايه همسك الشريط هفرده للاخر هيبقى خمسين متر هعمل هنا شاخص عشان احدد ان دي ايه اول نقطة عندها اول نقطة دي للنقطة دي شاخص هنا وشاخص هنا فهنا خمسين متر ويبقى المسافة دي خمسين متر طيب اللي بعدها خمسين متر برضو طيب لحد ما اعمل ايه سبع طرحات طيب في السبع طرحات دول بعد ما انا ايه بعد ما انا خلصت العملية الايه القياس المسافة دي رحت جيت عائرة الشريط لقيته طوله مثلا خمسين واحد من عشرة الطول الحقيقي خمسين واحد من عشرة طيب انا كده ايه الفرق ما بينهم اللي هو الخمسين واحد من عشرة والخمسين فيه فرق واحد من عشرة في سبع ايه طرحات ادتني قيمة الخطأ اللي هو ايه سبعة في واحد من عشرة ب7 من 10 ده مين ده بقى ده قيمة الخطأ أو بنسميه الخطأ المطلق نتيجة اختلاف الشريط طوله الأسمي على طوله الفعلي اللي هو بعد ما عملت معايرة للشريط طيب ده أول كده قانون عندنا اللي هو C1 بتساوي الواحد اللي هو الطول الحقيقي للشريط ده دايما هتلاقيه مثلا ايه 51 من 10 51 من 100 تمام أو 20 من كسر تمام يعني طول الشريط بس بكسر أو بنقص منه أو بزائد منه طيب نقص ال L ال L دي اللي هي طول الشريط الأسمي يعني انت بتبقى مثلا واخد الشريط على اساس ان هو 50 متر أو 20 متر لكن بيكتشف بعد المعايرة ان هو زياد أو بنقصهم طوله طيب في N ال L دي اللي هي عدد الطرحات وإحنا اتفقنا دلوقتي عشان نجيب قيمة الخطأ اللي أنا أخطأتوا في 7 طرحات دول 1 من 10 في 7 فطلعلي على طول مين قيمة الخطأ اللي هو C1 طيب إشارة الخطأ ده المطلق ده يطلع بالموجب أو بالسالب طيب إزاي بالموجب أو بالسالب افترض ان انت عندك بعد معامرة الشريط طلع ب51 من 10 يبقى يطلع بالموجب لو 49 من 10 هيطلع رقم سالب بس فإشارة الخطأ هتطلع بإيه بالموجب أو بالسالب طيب أنا هستفاد إيه لما أعمل لما أجيب قيمة الخطأ ده انت عشان تجيب المسافة الحققية المفروض اللي انت تقسها بتقول المسافة المقاصة والخطأ اللي انت جبته ده بإشارته فمثلا لو انت قسل 350 متر على الاساس انهما 350 متر فانت بتروح متزود متزود في كل مثلا بتزود اللي هو القطأ اللي انت لسه يقول له 9 من 10 متر ده فإطلع 350 و 7 من 10 متر المفروض المسافة تبقى الحقيقية هي تبقى 350 و 7 من 10 لكن انت قسل 350 متر طيب إن دي اتفعنا ان هي عدد الطرحات تعالوا انت شايا نشوف خطأ تاني أو تعالوا كده نقول مسألة تاني مسألة بسيطة خلصت ستتهمنا الفكرة لو انا معي شريط طوله 10 متر طوله الاساسي 10 متر وكان عندي مسافة طولها 42 متر طيب أنا دلوقتي قسمت الطرحات بتاعتي 10 متر و 10 و 10 و 10 و 2 متر بقى اجهل 2 متر في الآخر طيب اللي 2 متر دي هخليها زي ما هي فانا كده عندي 4 طرحات وجزء من الطرحة فانا علشان احسب عدد الطرحات دي احسبهم ازاي اسمت المسافة كلها اللي هي ال42 دي على الطول الاسمي للشريط فانا هقسم ال42 على العشرة هتديني 4 و 2 من 10 طرحة اذا عشان اجيب عدد الطرحات اللي هي ان هساوي بتساوي طول الخط المقاس اللي هو المسافة اللي انت عايز تقسها كلها على الطول الاسمي للشريط هيديني عدد الطرحات ممكن يديك عدد الطرحات وجسر الطرحة طيب اخر حاجة دي اللي 2 متر دي هي طول اخر طرحة دايما طول اخر طرحة دي دايما بتكون بالاي رقم كده اقل من العشرة متر يعني انت مسلا لو عندك شريط طوله 10 متر هتبقى قل من العشرة متر لان انت مش متضبط المسافة على ساس انتو بقي 50 متر مسلا او 60 متر لا مش مضاعفات العشرة قصد يعني لا ده ممكن تبقى في كسر الطرحة اثنين من عشرة ونص يعني مثلا لو طلعت اخر الطرحة دي كانت طولة خمسة متر فهيبقى اربعة ونص طرحة اربعة طرحات ونص طيب بوها كزا بق ثاني خطأ اللي احنا ممكن نتعرض ليه في الموقع ان انت اختلاف درجة الحرارة طيب اختلاف درجة الحرارة ده انت عندك في الاول خالص ان درجة حرارة الموقع بتاعك اثناء القياس ممكن تبقى حر جدا ممكن توصل لاربعين درجة سليزيوس لو انت مثلا في السودان مثلا طيب وانت اصلا الشريط اللي انت مسكه ده هتعمل به قياس عملية القياس بتاعت القياس الاطوال درجة الحرارة اللي هو تصنع عندها او عملنا عنده معايرة كانت عشرين درجة مقوية فرق درجات الحرارة دي يعمل لي خطأ في القياس الطول ده اللي انت بتقيسه طيب انا عايش هنحسب قيمة الايه قيمة الخطأ ده بجيبه ازاي طبعا قيمة الخطأ ده بيعتمد على فرق درجة الحرارة لو الفرق مثلا بين درجة الحرارة اللي انت صنعت عندها الشريط ودرجة الحرارة الموقع دي قليلة فهتكون قيمة الخطأ قليلة طيب لو الفرق كبير هي قيمة الخطأ كبيرة فاول حاجة بتعتمد على ايه على الفرق بين درجة الحرارة وكمان بتعتمد على معامل التمدد الحراري اللي هو عشرة أسسالب خمسة اللي مصنوع منها مادة الشريط طيب كمان بيعتمد على طول المسافة اللي انت بتقسها طيب طول المسافة اللي انت بتقسها دي عبارة عن ايه عبارة عن طول الطرحة في عدد الطرحات دي عشان تييب المسافة اللي انت قستها ايه كلها طيب فهي القانون بقى عبارة عن ايه C2 بقى بيساوي Alpha في T1-T في N في L N في L دي اللي هي المسافة اللي انت قستها كلها طيب تضرب عدد الطرحات في طول الطرحة الوحدة فيديك مين الطول اللي انت قست كله طيب تييه واحد مصطي اللي هي الفرق في درجات الحرارة طيب تيدي هتبقى انتك هتبقى ايه عشرين درجة مقوية ممكن ما يدهلكش في المسألة Alpha برضو هي معامل التمدد الحراري هتبقى عشرة أسسالب خمسة ممكن يدهلك المسألة وممكن ما يدهلكش في انتك تعتبر ان هي عشرة أسسالب خمسة تقريبا طيب الاشارة ممكن تقموكا بأسالب لان انت برضو قلتلي هنا المسال اللي هنا كان ايه ان درجة الحرارة اللي انت هتقيسها عندها او هتقيس عندها كتاربعين درجة استيزيوس زي مثلا ان قلت في السودان ممكن مثلا انت تقيس مثلا في بلد اوروبية فانت مثلا تكون درجة الحرارة عندهم هتكون منخفضة جدا فهتلاقي يا ايما درجة الحرارة كبيرة قوي عدد العشرين يعني انما درجة الحرارة أقل من العشرين فممكن عشان كده الاشارة تطلع بالبوزيتف اوروبين بالايه بنتطلع بالنجاتيف ده الخطأ ايه بتاع اختلاف درجة الحرارة طب الثالت خطأ اللي هو ايه الخطأ اختلاف قوى الشد للشريط طب هل انا باخد ده في الاعتبار معي اه هي دي اخطاء ممكن تكون نظرية ممكن ااخد في حاجة او ممكن مثلا ايه ااخد اعتباري ايه الخطأ ده او اني الحاجة دي موجودة او ممكن ما تكونش مموودة اصلا يعني ممكن الشريط يكون خمسين متر بعد المعايرة برضو يبقى انا كده خلاص مش الخطأ الولاني دي ما لازمش في اي حاجة طيب انا في الاخر خلاص بعمل ايه يعني بقوله المسافة الحقيقية اللي انا عايزها اللي انا مفروض ان احسبها هي المسافة اللي انا قاستها زائد القيمة الخطأ دي طيب الخطأ طبعا بيه شرطه موجب او سالب طيب الخطأ الناتج من اختلاف قوى الشد ده بقى ده هيعتمد على هيعتمد على فرق الشد فرق قوى الشد طب انت لما جيت عيارة الشريط او قوى الشد التي تم عندها الصناعة ومعيارة الشريط هي عشرة كيلو جرام مثلا وهي فعلا عشرة كيلو جرام طب قوى الشد اللي في الموقع اسنان القياس كانت كام تي واحد اللي انا ارمز ده بالرمز ايه تي واحد بس عشان ايه افرق ما بين درجة الحرارة اللي هي بالتمبريتشر والتي اللي هي التنشن قوى الشد طيب قوى الشد في الموقع اسنان القياس هي تي واحد انت ممكن مسلا انت تشد ده جامد اوي تبقى اكتر من العشرة كيلو جرام دي فيانتو قيم فهيحنا هيحصل ايه الشريط ما نفسه هتتشد هيتشد فهيدينا قيمة اكبر من المفروض كان يقسها مين الشريط او ممكن ايه ترخي شوية فتلاقي ان القيمة انت ايه است مسافة اصغر من المفروض انت تقسها انت انفروض تقس مسافة ايه مثلا ايه عشرين متر انت رح تقسها لي او مجترخي تقس مثلا ايه طمانتاشر متر او 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 اكيد طبعا الفرق ما اشفش للدرجة دي كبير او بكده ممكن يبقى الفرق ايه في واحد من عشرة يعني عشرة سنتي بتاع كده يعني طيب ايه ثالث حاجة برضو بيعتمد عليها المادة اللي مصنوع منها الايه اللي هي معامل مرونة مادة الشريط اللي هي الايه اليانجلس مودلس بطاع الشريط اللي هي الايه ايه مساحة مقطع الشريط برضو بيفرق معايا هنا الارية بتاعت الشريط طبعا دي ايه دي كل اللي بيعتمد عليها الخطأ بتاع الخطأ اللي ممكن ينتج من اختلاف قوى الشد بسبب اللي بيعتمد عليه مين القوى الشد نفسه او الخطأ بتاع القوى الشد فهو بيعتمد على المسافة اللي انا استها كلها لأن في L في فرق او فرق اختلاف قوى الشد اللي هي تي واحد مينس تي على اليانجلس مودلس في مضروب في مين في الارية بتاعت او معامل مرونة مادة الشريط في مضروبها في مساحة مقطع الشريط طبعا الاشارة دي تبقى بالبوزيتف او بالنيجيتف لان انت بتقول ان قوى الشد في الموقع ممكن تبقى كبيرة قوية ممكن تبقى اكبر من العشرة او ممكن تبقى قل كمان من ليه من العشرة طيب بالنسبة بقى ليه الخطأ رقم اربعة الخطأ الناتج من الترخيم يعني انا مفروض ان انا ايه مسافة افقية لأ انا ايه انا عن طريق ان انا ايه الشريط ده رخ مني شوية فانا رخ مني نتيجة ايه نتيجة مسلا وزن الشريط يعني انا انا اخد في اعتباري وزن الشريط كمان طيب فهنا الخطأ الناتج من الترخيم هيبقى ايه هيبقى عبارة عن سي هنرمز بتاعي بقى سي فور هيساوي سالب سالب دبليو سكوير على اربعة وشرين تي واحد سكوير افتح قوس ان واحد في ال اه تكعيب زائد اللي داش ايه تكعيب طيب الخطأ ده بقى عايزين بقى نشوفه نمسك حاجة حاجة فيه اول حاجة انا خدت الواحد اللي هي عبارة عن مين الطول للشريط طب ال الطول الاسمي للشريط طب اللي داش هي طول اخر طرحة القياس لان احنا اتفقنا ان طول اخر طرحة القياس دي ساعات بتكون المثلا ايه طول الطرحة 42 مثلا او المسافة اللي انا قسة كلها 42 متر فانا ما عايش تريد 10 متر فهعمل اربع طرحات و 2 من 10 او 5 طرحة فالخمسة طرحة دي اللي هي ايه اللي هي كتا 2 متر طب اللي لو انا مثلا عندي امتى اللي داشت وابزيره لو انا عندي عدد الطرحات بيكون رقم ايه صحيح يعني ميفوش كسر يعني انا عندي عدد طرحات اربعة طرحات بس ما فيش اربعة و اتنين من عشرة ولا اربعة و نص فساعتها هيكون لمداش دي بتساوي 0 وساعات برضو بتكون دي حل المسألة ان انت تكون طول ان عدد الطرحات بيكون رقم صحيح فيكون لمداش على طول بتساوي مين 0 طيب تعالوا نشوف مين n واحد احنا لسه قالين n طب مين n واحد هي انكت عدد الطرحات بس انا مواتلاكش عدد الطرحات بس انا مكتب ايه خمس طرحات و نص خمس طرحات و ستة من عشرة طيب n واحد دي عدد الطرحات الصحيحة اللي هعوضيها هنا لو انا مثلا عندي عدد الطرحات مثلا n بتساوي خمسة او اتنين من عشرة فيبقى ان واحد بخمسة خمس طرحات وهكذا بقى طيب ايه بقى ال W دي ال W دي هي الوزن المتر الطولي من الشريط يعني ايه الوزن المتر الطولي من الشريط يعني لو مثلا لو وزن الشريط ده على بعضه مثلا كده كان اتنين كيلو فطول الشريط مثلا خمسين متر طبعا ده ايه ارقام ايه ارقام فانا ايه عشان اجيب ايه وزن الواحد متر انا كده قلتلك ايه وزن شريت كل وزن الخمسين متر طول على بعضيهم باثنين كيلو اما وزن المتر يبقى كام هقسم الاثنين كيلو على الطول كله على الخمسين هتديني قيمة قيمة الوزن للمتر الطولي لما اقسم الويت على الينتس هتديني وزن المتر الطولي طيب الخطأ بقى رقم خمسة الخطأ الناتج من اختلاف منسوب بداية الخط وانهايته يعني ايه يعني انا لو مثلا بحسب على ارض والارض دي هتكون وغدة سنة ايه انحضار او وغدة سنة ايه المنسوب بتاعها اختلف من اول نقطة حد اخر نقطة اللي انا بقيس من عندها اختلف الحتة دي مثلا كان فيها فرق منسوب طيب فسي خمسة ده بقى هيساوي ايه هيساوي سالب اتش تربيع على اتنين في ال دابل داش طيب علوك انا نفهم برضو مين ال دابل داش دي احنا لسه وغدين ان ال بس هتبع عبارة عن الطول الاسمي ال واحد هتبع عبارة عن الطول الحقيقي ال دابل ال داش هتبع عبارة عن طول اخر طرحة اما ال دابل داش دي هي مين هي المسافة اللي هتكون فيها الميل خلي بالك انت لما تيجي لقس الشريط هتروح انت فتح الشريط بس هيبقى واخد ميل كده فالمسافة اللي انت هتقسها بالشريط دي هنسميها ال دابل داش طيب فرق المنسوب بين النقطتين هيبقى اتر اللي هو فرق الارتفاع ما بين ايه النقطتين اللي هو بس~~ بالعربية ممكن تقول للرمز ف فيه مثلا طيب لو معروف فرق المنسوب دا انا ا حسب القانون دا هيبقى ال سي خمسة بتتاوي سالب اتش تربيه على اتنين في ايه في ال دابل داش طبعا فيه قانون تاني اللي هي القيمة الحقيقية اللي هي القيمة الخطأ بس طبعا احنا ايه دي قيمة تقريبية طيب الاسلوب بقى لو انا مثلا تعالو كده نتكلم على حتة مهمة جدا طب انا ممكن طبعا في المسألة مدلكش قيم فرق المنسوب ده ولا اديك كمان او اديك ايه مدكش فرق المنسوب بس اديك قيمة الانحضار او اديك مقدار الانحضار او الزاوية او اديك مقدار الانحضار وانت اجيب الزاوية طيب لو انا مديك فرق الارتفاع ومديك المسافة اللي فيها ميل فخلاص استدم القانون الاولاني ده طب عايزين بقى لو اعرف بقى اللي هو اديني بقى المسافة اللي فيها ميل بس مدنيش حاجة غير الزاوية او حاجة اسمها مقدار الانحضار انا هعمل ايه طيب زي ما احنا عارفين ان انت لو عندك مثلا مقدار الانحضار اللي هو الاسلوب بتاعك الاسلوب بتاعك بيسوي مين تان سيتا اللي هو بيسوي واحد على مين على اس فانا عشان نجيب السيتا فاقول تان انفرس للطرفين هدخو تان انفرس للطرفين فهيبقى سيتا بتساوي تان انفرس واحد على اس ساعتها تكون جبت قيمة السيتا او جبت قيمة الزاوية فسين سيتا هيعبار عن المقابل على l-A على الوتر فالمقابل عندي هو ال-H الوتر اللي هو ايه اللي bell dash طب لو انا عايزي جيب على طول ال-A ال-H ده الي هيكون منصف تاباتي تبقى انا هعمل ايه هضرب الوتر على طول في مين في جيب الزاوية أو في sin الزاوية هضرب مين؟ هضرب L double dash هضربها في sin theta فهتديني ال H يعني ال H بتساوي L double dash في مين؟ في sin theta طيب عوض في القانون الأولاني لها في المعادلة رقم واحد لها C5 بتساوي سالب H تربيع على 2 L double dash لما انت تعوض فيها هطلع قانون رقم 2 دا اللي هو C5 بتساوي سالب L double dash sin theta لكل سكوير على L2 لها الملايا τاس استعضcol者 لها C5 عز Tak Lobs ثانيا لكن لو مديني القانون الأولان دا اللي هو بتاع فرق المنسوب طبعا دا قيمته طبعا تقول بليه بالسالب في القانون الأول أو التاني قيمة سالب هو قانون الأول هو نفسه التاني بس دا مشتق من دا طيب هنا طبعا الأولاني ها استج leader فرق المنسوب ومديني مسافة فيها مال امتا التاني قانون هستدمه امتا؟ لا ومديني مسافة اللي فيها ميل ومديني الزاوية او مديني مقدر الانحضار فانا هعمل ايه؟ همشي واحدة واحدة لحدة ما يجيب قيمة مين؟ السيتة طيب تعالوا كده نشوف الخطأ الناتج من انحراف التوجيه لو الانحراف في التوجيه بقى ممكن يجي في ايه؟ ممكن يجي في اي طرحة في النص مثلا ما بين طرحتين يعني في الطرحة التالتة والربعة بس اما حاجة ان تكون الطرحة الرابعة دي ما تكونش هي الطرحة الاخيرة تقول لي اسا في طرحة خمسة او ستة ايه وهكذا او طرحة خمسة وفي بعدها الطرحة الاخيرة طب انا ازاي هجيب قيمة الانحراف ده او الخطأ في الانحراف لو كان في منتصف الخط مع عدل الطرحة الاخيرة طبعا ازاي احنا شايفين هنا ده مثال توضيخ مصال بسيط جدا بيوضح لنا الفكرة وهتكون بالسالب برضو لان انت دايما هتقيس دايما مين هتقيس الوطر زي بالزبط مين زي المرفض بتاعت الانحراف بالزبط برضو كده بس ده توجيه انت اللي موجهتش صح لكن مرفضت كان الارض نفسها طبيعة الارض نفسها خليتك انت تعمل سلوب كده او تعمل وطر للمسافة اللي انت عايز تقيسها دي فساعتها هتقيس مسافة اكبر من اللي انت بفروض تقيسها فانت بفروض يعمل تعمل ايه تحط اشارته بالسالب ليه عشان تطرحه من المسافة الايه المقاصة في kyldك المسافة الحقيقية وده هنعرفه فالاخر خالص الاخر قانون لينا هو ده احنا ايه هنجيب منه المسافة الحقيقية انا لو تحسبت المسافة مقاصة بس ليش هي الصحة طيب فلو الانحراف التوجيه كان في منتصف القط معدل الطرحة الاخيرة فالقانون هيبقى بالشكل ده هيبقى الطرحة القبلية طولها ال والطرحة اللي بعدها طولها اللي برضو لان ايه الطرحات مسافاتها ايه قد بعض انا بقي الشريط طوله خمسين متر فخمسين متر فخمسين متر فخمسين متر وهكذا طب انا مسلا ما بين الطرحة مثلا التانية والتالتة دي خمسين متر ودي خمسين متر عملت ايه طلعت فوق سنة بس فالخطأ الايه اللي في الطرحة التانية هيأثر على الطرحة التالتة لان انا ساعتها برضو همسك الشريط برضو هافضل ميثبته واللي ماسك الناحة التانية هيلف هيلف بس كده فلما يلف كده انا افضل وقف مكاني هو هيروح للمكان الصح فساعتها هيكون ايه هيكون فيه وطر هنا وطر هنا فساعتها هيكون في ايه اختلاف ايه في اتنين في الطرحة اللي قبلية وطرحة اللي بعضية طب الطرحة كيك هتبقى بالسالب تعالى كده نخلي السالب ده بر خالص ونفتح قصين كده طيب حبقى فيه خطأ في الطرحة اللي قبلية هتبقى برعا نص سي تربيع على ال حيث السي دي هي مين هي خطأ التوجيه هيقول لك كده في المسالة خطأ التوجيه بيساوي كذا مثلا طيب دقى هيبقى نص سي تربيع على ال ده في القبلية طيب اللي بعضية نص برضو سي تربيع على ال طيب عندي نص ونص يبقى كم يبقى واحد نص ونص يبقى واحد سي تربيع على مين على ال وهنحط الاشارة السالبة طيب لو الاحرافة في التوجيه ده كان في بداية الطرحة الاخيرة في بداية الطرحة الاخيرة يبقى انا عندي طرحة اخيرة في الاي طولها مثلا ال داش طبعا ايه مش هتبقى طولها خمسين متر مثلا ممكن تبوط لها ثمانية وعشرين متر 24 متر تمام؟ طب لو طولها برضو خمسين متر حلو جدا هتبقى في خمسة ال هنا وهنا تمام؟ طيب فالمcher مين هيبقى عندي هنا اشارة ايه سالبة في الاول خالص لان في كده ايه مديني الوطر وانا عايز ايه انا نقاسه منه فهفتح خسين بعد السلب ده وانا عندي نص سي تربيع على ال دي في الطرحة القابلية والطرحة اللي بعدية لواء الوطر التاني هيبقى عبارة عن نص سي تربيع على ال داش ممكن تبقى اخر طرحة دي تبقى طولها برضو ايه طولها نفس طول الطرحة يعني انا ايه حظي كده مثلا انا ايه جت ماسك شريت 50 متر وعادت ايه 50 في 50 في 50 وطول عند المسافة كل ايه 350 متر فعدت طرحاتنا صحيح فطول اخر طرحة برضو زائد نص سي تربيع على ال دا ال برضو اكني هارجع للايه للقانون الاولاني تمام بس انا دلوقتي بتكلم عموما اخر طرحة دي مثلا ما بتكونش طرحة ايه ما بتكونش مثلا نفس طور الاسم للشريت فبتكون طولها مثلا ال ال داش فانا اغلطت في اللي قابليها والايه ودي طيب لو انا مثلا وصلت للنهاية ده الطرحة الاخيرة وعملت خطأ في توجيه في ايه اللي حصل بقت قيمة الخطأ عبارة عن ايه خطأ واحد بس نص سي تربيع على ال داش وهنحط اشارة سالبة طبعا انت هتلاقي ايه هتلاقي في الكتاب على طول ايه او القانون سي ستة بتسوي سالب سي تربيع على ال فاي مش عمل انا عملت النص ده حتة النص دي عشان تبقى فاهم ليه اصلا القانون ليه الفرق بينهم التلاتة او الطريقة دي هتخليك ان انت تحفظ التلاتة او تفهم التلاتة فدي طريقة للفهم عشان تقدر ايه تحفظهم بيها طيب انا بقى هجيب ايه سي واحد و سي تلاتة و سي اربعة و سي خمسة و سي ست ساعتها بقى هعمل ايه هقول المسافة الحقيقية بتساوي لانا مفروض ان انا اكون احسبها لانا مفروض احسبها بس انا ما حسبتهاش هي المسافة المقاصة زائد مجموع ما وجد به من اخطاء كلا باشارتهم طبعا بقى كده ايه انا كده جبت المسافة الايه الحقيقية لانا بقى عايز عايز بقى ايه امسك الدقة جد لانا مثلا بستخدم شريط بس انا عايز دقة ايه عالية شوية فهاخد في اعتباري كل الايه كل الاخطاء دي طيب هنتكمن بعد كده بقى على مسائل في الحلقة اللي جاي على مسائل على الخطأ الاخطاء القياس بالشريط هنتكلم على مسائل الكوز والمترم والفاينل بتاعة الاخطاء الشريط ترجمة نانسي قنقر شكرا